شركات ترفض نقاب هاشتاغ يتداوله المغردون في السعودية خلف ردود فعل واسع بين مؤيدين ومعارضين لمطلب تلك الشركات النشطاء تداولوا صورا لما قالوا إنها إعلانات عن وظائف لسيدات يشترض فيها كشف الوجه ولكن نحن في ترندينج لا نستطيع ذكر هذه الشركات أو التأكد من صحة تلك الإعلانات ولكن على أي حال هذه صورة لبعض الإعلانات التي نشرها المغردون كما يظهر واضحا في الإعلان شرط كشف الوجه للمتقدمين طبعا نحن مرة أخرى كما ذكرنا لا نستطيع تأكيد من هي الشركة التي قامت بذلك ولكن ماذا يعني إذا كانت المرأة السعودية منقبة لديك كل المؤهلات المطلوبة للحصول على الوظيفة التي قرأت عنها في صحيفة الإعلان عن وظائف طبعا الجميع يذهب متحمس إلى هذه الشركة وتقوم المرأة بتقديم سيراتها الذاتية إلى موظف الموارد البشرية ولكن سرعان ما تتفاجأ تلك المرأة بأن هذا الإعلان ليس لك لأن المرأة المتقدمة قد تكون منقبة وهذا أمر عادي في دولة مثل السعودية حيث الإعلان يشترط كشف الواجه للحصول على وظيفة لكي تكون مؤهلة لذلك بعض المغردين شددوا على حق الشركة في اختيار ملابس العاملين بها فغرد مثلا السعود الجريدة الشركة يقول لها الحق في اختيار الملابس بحسب ما تراه مناسبا وهذا شيء متعارف عليه عالميا سواء لباس موحد أو لباس بمواصفات معينة أو ألوان معينة والخيار لك في قبول العمل أو رفضه هناك تغريدة أخرى لفاطمة العيسى تقول ليس دفاعا عن النقاب بل دفاعا عن المنقبات لا يحق لأحد سب المرأة حرية مظهر الخارجي ثم أننا في الدولة تربي بناتها على الالتزام بالحجاب والنقاب في مؤسساتها الحكومية كيف تسمح للشركات الخاصة بهذه الممارسات الإقصائية ضد المنقبات لم يكتفي المغردون بالرفض أو التأييد بل أن بعضهم ذهب للإشارة لقانون العامل السعودي والذي تقول المادة الرابعة منه يجب على صاحب العمل والعامل عنده تطبيق أحكام هذا النظام من الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية أما المادة العشرون من قانون العمل فتشدد على أنه لا يجوز لصاحب العمل أو العامل القيام بعمل من شأنه الضغط على حرية الآخر أو حرية أعمال أو أصحاب عمل آخرين لكن هذا الموضوع معنا من القطيف نسيمة السادة النشطة الحقوقية المهتمة بشؤون المرأة مرحبا بك سيدة نسيمة أو نسيمة هذا الإعلان من الشركات في دولة قد يكون أكثر الفنات بها ما زالوا منقبات وهو أمر شائع كيف يمكن أن يستقبل منشهة نظرك؟ السلام عليكم جميعا بداية علينا أن نتفق بأن موضوع نقاب المرأة وتغطيتها لوجهها حجابيها وشأن شخصي على المرأة أن تقرر لها حرية الاختيار في اختيار شكل الحجاب الذي ترتديه هذا بداية الأمر الآخر أيضا من جانب آخر من حق صاحب العمل أيضا أن يضع مواصفات خاصة في الموظفة الذي يريد توظيفه وكما نعلم أن الوجه هو هوية الإنسان هو قد يحتاج أن يكون العمل الذي يقوم به يحتاج إلى تواصل مباشر مع الزبائن أو تواصل مع العملاء وبالتالي التواصل النظري والجسدي مهم جدا في استقطاب الزبائن قد يرى رب العمل بأنه هذا جزء رئيسي في تحقيق النجاح وفي المطلب رئيسي في اختيار الموظفة المتقدم إلى الوظيفة هذا لا يعني أنه ليس هناك نظام قانون العمل أنه يجب على المرأة الاحتشام والالتزام بالزير الإسلامي نعم لكن قضيتنا هنا تتحدث عن تفصيلة معينة يعني عندما يفتح الباب على مصراعي بالنسبة للتحرر للمرأة السعودية والقدوم إلى العمل والتقديم وما يذلك وفتح فرص العمل وعندما تكون التي تسفر عن وجهها فرصة أكبر من المنقبة أليس هذا الظلم في بلد ما زالت الشريعة الإسلامية هي المعيار وهي المقياس لتعاليمه هناك أنا كمرأة ولي وأم تماما بحرية المرأة بأن تلبس النقاب وأيضا عاملة في القطاع الخاص أرى أن هناك بعض الوظائف التي من الصعب أن تكون فيها المرأة منقبة ليس ليكونيها مرأة أو ليس ليكونيها منقبة حتى لو كان رجلا ومنقبا مثلا أو مغطى سيكون له نفس التحفظات بعض الوظائف وليس كلها بالذات الوظائف الأمنية الوظائف التي يحتاج كما أسلفت أن يظهر الشخص وجهه لتعرف على هويته وإلا سيجب علينا توظيف أشخاص آخرين للتأكد من هوية المرأة حينما تدخل أو تخرج من هذه القطاع ومن ذلك فهنا سيكون على رب العمل أن يقوم بتوظيف أكثر من شخص ليتأكد بأن هذه المرأة هي نفسها التي ستدخل مثلا هذا المبنى نسيمة السادة الناشطة الحقوقية المتامة في شؤون المرأة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك